النباتات البذرية سبرماتوبسدا السلام عليكم وعليكم السلام جئنا لنساعدك يا جدي حسناً ولكن بعد انتهاء العمال من تجهيز التربة ما كل هذه الأكياس إنها بذور بعض النباتات البذرية وما هي النباتات البذرية؟ هي نباتات تتميز بتكوينها بذوراً مثل الذرة والقامح؟ نعم ومما تتكون البذور؟ من الجنين والغذاء اللازم لنموه وما خصائص النباتات البذرية؟ تتكاثر عن طريق البذور وتنقسم إلى نباتات معرات البذور ونباتات مغطاة البذور وما أجزاء النباتات البذرية؟ الساق والجذور والأوراق وما وظيفة ورقة النباتات البذرية؟ تقوم بصنع الغذاء عن طريق عملية البناء الضوئي ومما تتركب الورقة؟ تتركب من طبقات من الخلايا هي طبقة البشرة الطبقة العمادية الطبقة الإسفنجية وما هي طبقة البشرة؟ هي طبقة رقيقة من الخلايا تنقسم إلى البشرة العليا والبشرة السفلة إذن فهي تغطي باقي الطبقات وتوفر لها الحماية صحيح كما تنتشر فيها ثغور استوماتا تسمح للغازات ولبخار الماء بالدخول والخروج من النبات ويتحكم في فتح الثغري وإغلاقه خليتان حارستان Guard Sills ومما تتكون طبقة العمادية؟ تتكون من خلايا طويلة ورفيعة متراسة وتحوي أعدادا كبيرة من البلاستيدات الخضراء إذن فهي الطبقة التي تقوم بصنع أغلب الغذاء؟ أحسنت وما هي الطبقة الإسفنجية؟ هي طبقة تتوزع خلاياها عشوائيا ويفصل بينها بفراغات هوائية وهل تعرف وظيفة الساق؟ نعم تحمل الفروع والأوراق وتركيب التكاثر وتنقل المواد بين الأوراق والجذور ومن أين تأتي السوق بالمواد التي تنقلها؟ من الجذور التي تنتص الماء والأملاح من التربة وهل للجذور وظائف أخرى؟ نعم فالجذور تثبت النباتات وتمنع اقتلاعها كما تمتص أكسجين الهواء لتعويض نقص الأكسجين في النبات المائي وهل للسوق أنواع؟ نعم فهناك سوق عشبية طرية وسوق خشبية صلبة هل تعرف يا سالم تركيب الأنسجة الوعائية؟ نعم تتركب من الخشب زايلم واللحاء فلويم والكامبيوم كامبيوم وما وظيفة كل منها؟ أولاً الخشب نسيج يتكون من خلايا أمبوبية مجوفة مرنة بعضها فوق بعض لتكون وعاء وظيفته نقل الماء والمواد الثائبة من الجذور إلى بقية أجزاء النبات توفير الدعم للنبات ثانياً اللحاء نسيج يتكون من خلايا أمبوبية مرتبة بعضها فوق بعض لتشكل أمبوباً وينقل الغذاء من أماكن تصنيعه إلى أجزاء أخرى من النبات يتم فيها استهلاكه أو تخزينه وماذا عن الكامبيوم؟ هو نسيج يصنع معظم خلايا الخشب واللحاء باستمرار فيزيد من سمك السيقان والجذور والآن هيا نساعد جدي حسناً ولكن سألخص ما تعلمناه أولاً خصائص النباتات البذرية تتكاثر عن طريق البذور تنقسم إلى نباتات معرات البذور ونباتات مغطاة البذور وتتركب من جذور وأوراق وسيقان ونسيج وعائي